يبدو أن العلاقة المقطوعة بين الرياض وطهران منذ مهاجمة السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية مطلع 2016 بدأت تأخذ مساراً جديداً في ظل الأحداث الساخنة التي تمر بها المنطقة لا سيما بعد تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية وفي ظل إتمام المصالحة الخليجية في قمة العلا أكدت إيران أن بإمكانها إنهاء خلافاتها مع السعودية وأنها على استعداد للحوار مع الرياض وحل القضايا العالقة وأن أحضان طهران مفتوحة للسعودية على حد وصف الخارجية الإيرانية وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف قال إن منطقة الخليج بحاجة إلى الحوار والتعاون في إشارة إلى رغبة إيران في حل ملفاتها العالقة وإيجاد متنفس جديد السفير الإيراني في الكويت قال إن بلاده ترى السعودية بلداً مهماً وكبيراً في المنطقة وإنه يمكن حل معظم المشاكل الثنائية والتغلب على الأزمات الإقليمية وإن بلاده على استعداد لبدء مباحثات مع السعودية في أي مكان وزمان وتحت أي عنوان بشكل مباشر أو غير مباشر لكن ثمت حذر سعودي من تلك التصريحات فإن الرياض دخلت في حوارات سابقة مع الإيرانيين لكنهم لم يلتزموا بحسب وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان الذي أكد أنه لا بد أن نجد مؤشرات حقيقية لتغيير نهجهم في المنطقة ودعم المنظمات الإرهابية وحتى الآن لم نلمس هذا على حد تعبيره إيران الممتدة هنا وهناك من خلال أذرعها في العراق واليمن ولبنان وسوريا لم تغير سياستها الإقليمية بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وهي حريصة أيضا على الاستمرار بمشروعها النووي مع إظهار رغبتها في عودة العلاقات مع السعودية وتأمين جانبها السياسي من جهة الخليج وفتح قنوات اقتصادية قد تسعف ما آلت إليه الأوضاع في إيران